مرحبا شباب اليوم راح اعلمكم الشون تقضي على الروائح الكريهة الموجودة بسيارتك مثل روائح التدخين العثن غيرها اكو هواية ناس اشوفهم يخلي معطرات هاي اللي تتعلق بالامراية اللي تتعلق معرفوين هذي ما تفيد السببين اول سبب هذي ما تقضي على الريحة هاي تغطي الريحة واحيانا تنخبط وياها وصي الريحة كلش مطيبة مزين السبب الثاني انه هذا المعطر بعد ما يخلص بسبوع ترجع الريحة تظهر وبيتش ما حلينا المشكلة يعني حل مؤقت للمشكلة ويكلف فلوس وبدون فايدة دائمة راح اشوفكم الحل بطريقة علمية تسويه مرة وحدة وراح يطولوا ياك سنين مزين اول شي قلنا بطريقة علمية راح نحل المشكلة فراح نتخذ اجراءات وخطوات الخطوة الاولى هو القضاء على مصدر الريحة يعني قد يكون مصدر الريحة الفلتر ما للكابينة فلتر التبريد عادة يكون موجود يا اما بتشاكمة شاي يا اما جو بتشاكمة شاي يعني بهاي المنطقة دور عليها تلقى حسب سيارتك شنو او قد تكون رائحة عفن مثلا الدوسات عليها موي الكشنات صاير عليها موي ناسة جامعة مفتوحة بالمطر من هاي الاشياء تشوف وين المصدر بالتحدي تنظف المكان زين طلع اذا دوسة طلعت تنظفها بالصابون تخليها تنشف بالشمس وترجعها او قد يكون المصدر مع الريحة بالسقف الروايح مع الجقاير صير اكثر شي بالكشن وبالسقف ما يحتاج تنظفها اذا بالسقف عدنا حلاخ بس اذا تقدر تنظف مثلا العفن بالدوسة طبعا اول شي لازم تغير الفلتر مع التبريد مع الكابينة مو فلتر الهواء مع المحرك فلتر التبريد مع الكابينة لازم تغيره لان حتى اذا ما كان هو مصدر الريحة فمع الوقت راح تصير الريحة به بالفلتر راح يظل الفلتر يرجع لك الريحة المطيبة حتى اذا نظفت مصدر الريحة تمام هاي اول خطوة قلنا نقضي على مصدر الريحة الخطوة الثانية نهوي السيارة شوف يوم ما بي مطار سيارة مطبوقة بمكانة مين مثلا قراج او هذا ونعوف الجامع مفتوحة من طرق التهوية الافضل خصوصا اذا الريحة ريحة تدخين اشتريت سيارة من واحد يدخن او انت كنت تدخن وبطل التدخين وبعد قامت الريحة ضربك بخشمك وما تقدر الحل النهائي هو هذا هذا يسموه اوزون جنريتر مولد اوزون جهاز كهربائي شكل بالكهرباء بس هذا الجهاز انتبهوا هذا الجهاز اذا ما تعرف تستخدمه راح يشكل خطر على حياتك شي سوي هذا الجهاز هذا الجهاز يحول الاوكسجين الموجود بغرفة صغيرة او بالسيارة او اي مكان تخلي يحول الاوكسجين الى اوزون حتى من احكي هواي بتفاصيل علمية بس راح افهمكم الطريقة مبسطة وسريعة اغلب مصادر الروائح الكريهة هي بكتيريا بكتيريا ما تشوفها بالعين المجردة بس عددها لكل الشبير موجودة بمكان ما مثلا العفن وغيرها هاي البكتيريا هي كائنات حية مثلي ومثلك تتنفس بغير طريقة تتنفس بس خلي نقول تتنفس تنفس وتستخدم الاوكسجين كمصدر للعمليات الحياتية تمام من نحرمها من الاوكسجين راح تموت ممكن كل شي تسوي بيها وما تموت بس من تحرمها من الاوكسجين راح تموت هذا الاوزون جنريتر اش راح يسوي وليش اقول هذا ممكن يكون خطر على حياتك اذا ما ترف تستخدمها الاوزون جنريتر راح يحول ذرات الاوكسجين الموجودة بالهواء الى اوزون غاز الاوزون ما تقدر تستخدم الكائنات الحية انا وانت والبكتيريا كمصدر للعمليات الايضية ما تقدر تظل عايشة عالية ولهذا هذا الجهاز من يحول الاوكسجين الى اوزون راح يكتل البكتيريا بس اذا انت قاعد بالسيارة بصفة راح يسبب لك اختناق وما راح تحس به لان هذا ما يطلع ريحة قوية هذا مجرد يحول الهواء يخربه يحوله من اوكسجين الى اوزون فممكن اذا طفل يبقى بالسيارة او انت تبقى بالسيارة وما منتبه ممكن بلحظات يغمى عليك وبعديا لا سامح الله صير لك مشكلة صحية وقد يأدي الوفاة هاي قلتلكم شون نستخدمها نستخدمها بطريقة بسيطة نشكلها بالكهربان طبعا ما جبت الواير جبت بس الجهاز حتى اشرح لكم بدون هوسة وايرات شكل الواير بسيار والشكله بالبيت تمام السد الباب تخلي فتحة صغيرة كل شي صغيرة بتجام بس حتى تطلع منها الواير والسد الابواب شغل السيارة بعد ما بدلت الفلتر ها قلنا اول شي نقضي على مصدر الريحة اذا عفن بالدوسات نغسلهن وننشفهن يكون الناشفات وما بيهن مي وكل شي تمام ونرجحهن ونخلي فلتر جديد بالكابينة هو سعره 5 دولارات الى 6 دولارات ويظل عندك سنين نشغل السيارة وراها ونشغل التبريد ونستخدم الهوى الداخلي هذا هذا الرمز نفعله ندوس الدقمة بحيث يشتغل هذا الرمز هذا معنى انه الهوى رح يظل يفتر بدائرة مغلقة داخل السيارة ما رح يجيك هوى من برا وهذا نريده ليش نريده حتى ناخذ الأوزون اللي يطلع مننا ونخليه داور بالفلاتر بالفتحات ما التهوية بالداخل هي هاي الريحة هم تتجمعه هنا البكتيريا وغيرها تمام شغلنا السيارة نشغل التبريد نشغل الهوى الداخلي نفتح الهوى على أقوى شي أقوى قوى الهوى وعلى التبريد ما يصر على التدفئة خلوا ببالكم وما ريداش راح أهوى حتى لي طول الفيديو بس التبريد هوى ناشف عادة التدفئة هوى رطب فما رح يسوي لنا فائد أهوى فعلى التبريد الهوى أقوى شي نفتح كل الفتحات ما نخلي ولا فتحة مزدودة منها نفتحها ما نخلي ولا فتحة مزدودة ونوجهها باتجاه السقف أو باتجاه الكوشنات تمام نشغل الجهاز مع الأوزون هو بي مؤقت شغلة 60 إلى 90 دقيقة ونعوف السيارة مشتغلة نعوف جهاز الأوزون مشتغل 60 دقيقة كلش كافي مزيزين نسد الأبواب ونعوف السيارة مشتغلة والتبريد مشتغل والأوزون شغال لمدة 60 دقيقة مزيزين بعد 60 دقيقة نحسب على الساعة احنا برا السيارة نحسب على الساعة بعد 60 دقيقة نفتح كل الأبواب وننتظر لمدة دقيقة ما نصعد بالسيارة رأسنا حتى نخلي فرصة يفوت أوكسجين طبيعي للسيارة قبل لا نصعد بها حتى احنا لا نختنق طبعا بهاي 60 دقيقة اللي عفنا الجهاز شغال تبدلت كل ذرات الهواء اللي داخل السيارة كل ذرات الهواء حتى بداخل الدكتات بداخل الحجرة مع التبريد بداخل أي مكان حتى داخل النسيج مع الكوشنات كل هاي الظرات تبدلت تحولت من أوكسجين إلى أوزون فالبكتيريا اللي هي مصدر الريحة ماتت انتهت بعد ما تطلع ريحة مزين نفتح الأبواب نصعد بالسيارة طبعا نفتح الأبواب ننتظر دقيقة تقريبا قلنا حتى يطوب أوكسجين طبيعي نقدر نتنفمسة حتى من نصعد بالسيارة ما نختنق احنا نقف الجهاز على السريع وبهاي الحالة قضينا على الريحة ما بها نقاش مستحيل تضر الريحة بالسيارة إذا رجعت الريحة معناها أنت ما قضيت على مصدر الريحة معناها أنت سويت شي غلط يا إما ما نظفت الدوسات زين يا إما أكو شي بالسيارة بعدها دي يطلع ريحة دي ينتج ريحة جديدة تمام خلصنا لهنا تنظفت السيارة هس شون نحافظ على السيارة بالمستقبل ما تصير بها ريحة خصوصا من التبريد التبريد من الشغلة رح يكون دواخل الفتحات مع التبريد والرادياتر اللي صغير مو رادياتر مع المحرك أكو رادياتر صغير هنا هو بالإنجليز يسموه كندنسر هذا الرادياتر اللي صغير الموجود داخل الدشبول اللي يبرد الهواء هذا يصير بارد حيل بالصيف من تيجي تطف السيارة رأسا وتعوفها مثل بطلة الببسي أو قوطية الببسي الباردة حيل بالصيف شايفها شون تعرق يصير عليها احنا بالعراق نقول يصير ندية يصير عليها مثل الندة تعرق هذا العرق أو هذا المي اللي يتجمع راح يتحول مع مرور الوقت إلى سبب تعتاش عليها البكتيريا وتسوي ريحة من جديد فالحال شنو الحال دائما من شغل تبريد بالصيف قبل لا توصل بيتك أو شغلك أو المكان اللي انت رايح له بدقيقة بدقيقتي الطفوي الـ AC الطفوي الـ الكمبريسور وتخلي بس الهوى شغال يعني انت رايح دا تسوق البيتك تعرف بيتك وين وتعرف انت بعد دقيقة راح توصل للبيت قبل لا توصل البيت بدقيقة الطفوي بس الـ AC الكمبريسور تعوف الهوى شغال دا يطلع طبعا الهوى بالبداية راح يظل يطلع بارد شوية شوية راح تقل البرودة بعدين راح يقوم يطلع هوا طبيعي اللي هو لا بارد ولا حار توصل البيت الطفوي حيكون هذا الهوى اللي كان دا يدفع الفان او البنك بدون تبريد بدون AC حيكون نشف المي اللي بالكوندينسر اللي بالراديتر الداخلي فما راح تكون عندك مشكلة ما المي يظل يتجمع ويعرق وينزل داخل الدشبول ويسوي هاي الفطريات والبكتيريا اللي تسبب الريحة اذا عجبك الفيديو خلي لايك لا تبخل علينا باللايك انا فيديوهات يشوفوها خمسين ستين سبعين الف والقى عليها عشر لايكات او 11 لايك وهذا يأدي الى عدم انتشارها بصورة اكبر اذا تريدون من هاي النصائح المفيدة شوفوا قناتي ولا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو رمضان كريم عليكم شكرا جزيلا